متابعي قناة النهار لخباري الأولى في الجزائر هل بكم مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات ترأس رئيس الجمهورية القائد العليل القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني سيد عبد المجيد تبون بالأمس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم مشروع سحق البذول الزيتية كوتاما بججل وكذا سير حملة الحرث والبدل موسم 2023-2024 وفيما يتعلق بمخرجات مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد صادق مجلس الوزراء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي مجلس الوزراء يصادق على القوانين الأساسية ونظام التعويضات لموظف التعليم العالي ما هي تفاصيل القوانين الأساسية ونظام التعويضات لموظفية التعليم العالي مشاهدين نقاط وأخرى نسعد بأن نناقشها مع ضيوفنا ويحضر معنا الأستاذ مسعود عمرنا الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مساء الخير أستاذ وشكرا لك على تلبية الدعوة شكرا لك وأشكرك لتوجيه هذه الدعوة الكريمة وتحية لك وتحية كذلك لمتتبعي قناة المهار وتحية للزميل في الاتحادية عبد الحافيد الساسي شكرا لك كما يحضر معنا كذلك الأستاذ عبد الحافيد الساسي عضو بأمانة الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مساء الخير أستاذ مساء الخير صحية طيبة وشكرا على الدعوة تشرفوا بحضوري مع ضيوفك سيد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي وعننا كذلك بدورنا نسعد باستضافتكم كما يشاركنا نقاش أيضا عبر مكلمة هاتفية لأستاذ عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيلتحق بنا بعد قليل في مكلمة هاتفية لإثراء النقاش أكتر حول تفاصيل القوانين الأساسية ونظام التعويضات لموظفي التعليم العالي سهل الحديث معاك أستاذ مسعود عمارنا كيف استقبلت أسرة قطاع التعليم العالي وصدقة مجلس الوزراء على القوانين الأساسية ونظام التعويضات لفائدة موظفي قطاع التعليم العالي شكرا لكي مرة أخرى شكروكي وشكرو قناة المهار على هذه الدعوة الكريمة شرف كبير كبير لنا في الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بوجودنا في السوديو قناة النهار لو كانت سمحي لسيدتي في البداية التي تتقدم الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لكافة الزميلات والزملاء الأساتيدة والباحثين الدائمين وكذلك الاستشفائيين جميعين بأحرر تهانيها بمناسبة صدور هذه القوانين الأساسية التي كانت مرتقبة منذ مدة طويلة قلت بمناسبة الإفراج عن هذه القوانين الأساسية وأنظمتها التعويضية الجديدة وبالمناسبة تشيد الاتحادية بهذا المكسب التاريخي الذي يترسخ في رصيد الجزائر الجديدة والذي كذلك من جهات أخرى يقترن بالتزام السيد رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون الذي أوفى بما قطعه على نفسه من وعد تجسد آخر في قرار بهذه المناسبة نتوجه نحن في الاتحادية الوطنية لتعليم العالي والبحث العلمي وأسرة التعليم العالي والبحث العلمي قاطبة بجزيل الشكر والثناء والتقدير لسيد الرئيس سيد رئيس الجمهورية على العناية أو عنايته واهتمامه الكبير والبالغ بالأسرة الجامعية ونخبة المجتمع والتي تعتبر قطيرة المجتمع طيب أستاذ عبد الحفيد ساسي كذلك نفس السؤال كيف استقبلت أسرة قطع التعليم العالي المصادقة على القوانين الأساسية ونظام التعويضات باعتبار أن هذه القوانين فيها العديد من التحفيزات وفيها الكثير من الفائدة بالنسبة لمنتسبي قطع التعليم العالي ولطالما ينتظروا أن تصدر هذه القوانين الأساسية نعم أظن أن المصادقة على القوانين الأساسية لأسلاك التعليم العالي موضوع أو حدث بارز بالنسبة للأسرة الجامعية ولكفة الأسلاك أو الشرائح المعنية الإفراج عند هذه النصوص يبعث بالارتياح لا سيما أن الفئات المعنية كانت تتطلع إلى مراجعة القوانين الأساسية هذه النصوص الهامة في الحياة الجامعية مهنيا واجتماعيا كانت هذه الشرائح ستطلع إلى مراجعات بما فردته التطورات والظروف وكان هذا الأمر مهم بالنسبة إلى كافة المعنيين انتظروا هذه المصادقة وهذا الإفراج بفارغ الصبر كما من ناحية أخرى أظن أنه يندرج كذلك ضمن أظن يجدر تنويه بذلك هذا الأمر يندرج ضمن المطالب التقليدي للإتحاد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي والتي لم تساونا يوما عن طرحه لكن ليس طرحا سطحيا ولكن كانت دائما تعمل عمل رصد المقترحات التي تجمعها من فروعها المنتشرة عبر الوطن من أجل هذه المراجعة اليوم كذلك من ناحية أخرى إذا سمحته لي هناك جانب يتعلق كذلك بما يعيه الأستاذ الجامعي بشكل عام أن الاهتمام بالقانون الأساسي إنما يندرج بشكل عام في سياق مع شهدته الجزائر من ديناميكية حثيثة من أجل تحيين النصوص القانونية أو تجديد المنظومة القانونية في الجزائر في شتى القطاعات وفي شتى المناعين أعتبر أن القانون الأساسي هو أحد تلك الورشات والتي نرى الاهتمام والعناية بارزة من لدن السيد رئيس الجمهورية ومن لدن مصالح وزارة كذلك ومساعيها نرى أن الأمر يتعلق بمنظومة قانونية في تجديد أحد الورشاتها القانون الأساسي هذه الورشة هامة جدا ولعلنا نرى أن في الرابع وعشرين من هذا الشهر سمت المصدقة على أول هذه القوانين وهذا ما يحيب الأهمية المولاة للقطاع وللأسرة الجامعية كافة خاصة أنه لما نتحدث عن قطاع التعليم العالي نجد أن القطاع قطاع خطوات متسارعة من أجل الأمل على عصرنة القطاع من جهة وكذلك نابع من اهتمام سلطات العلية في البلاد مما فيها السيد الرئيس واهتمامه بهذا القطاع نظرا لأهميته حاليا أكيد لماذا؟ لأنه حتى فضلا عن ما أضفت ما سطرته الآن أمر مهم وهو أن القانون الأساسي كورشة أو كمشروع سمى الانتهاء منه هو لا ينفصل عن ما يعيشه القطاع من حركية في شتس المناحي كما ذكرت في جانب إرساء استراتيجيات جديدة من أجل المضي بالقطاع إلى ألماط جديدة في العمل إلى تحسين الحوكمة إلى إرساء الرقمانة إلى وضع أطور جديدة من أجل خلق بيئة تعليمية تتكيف مع المتغيرات طيب أستاذ مسعود عمرنا لما نتحدث عن هذه القوانين الأساسية وندكر أن هناك ثلاث قوانين أساسية متعلقة بالقانون الأساسي لأستاذ الجامعي الباحث القانون الأساسي لباحثين الدائمين والقانون الأساسي للأستاذ الاستشفاعي نتحدث الآن عن الجانب المالي لهذه القوانين الأساسية هل لك أن تضعنا في صورة وتعطينا تفاصيل أكثر حول زيادة المنتظرة والمرتقبة لموظفي قطاع التعليم العالي كل على حسب الرتب شكرا لك ربما في نفس السياق أو في السياق التي تفضلت به وتقدمنا كذلك مع الأستاذ عبد الحافظ أعتقد أنه من وجبنا كذلك نتقدم أو تثمن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مساعي المراجعة العميقة لهذه القوانين في عملية حرص عليها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي هي مع حرص إضافة إلى جانب كذلك إطارات الوزارة وهي جهود تستحق الثناء والشكر كذلك بالنسبة كما ذكرت بالنسبة للجانب المالي فيمكننا ربما تلخيص ما جاء في نظام تعويضات الجديد وهي زيادات أصبحت مقرة أو هي موجودة حاليا فقط ربما الوقت لا يسمح لنا بالذكر هذه الزيادات حسب الرطب وحسب كذلك هذه الفئات المستفادة من هذه الزيادات أعتقد أننا نقتصر على بعض الأمثلة والتي ستكون ربما كافية لأعطاء فكرة واضحة على هذا النظام التعويضي وما جاء به فأولا بالنسبة لأستاذ تعليم العالي كرتبة من الرطب العليا والمصنف مثلا في الدرجة 6 يعرف زيادة قدرها 40700 دينار جزائري لتصل هذه الزيادة بالنسبة لأستاذ تعليم العالي والبحث العلمي في الدرجة 12 إلى 54600 دينار جزائري تعرف زيادة كذلك بالنسبة لأستاذ محاضر ألف المصنف مثلا بالدرجة 6 يعرف زيادة قدرها 2900040 دينار جزائري لتصل هذه الزيادة بالنسبة لهذا الصنف أو هذه الرطبة إلى 40 ألف ميز دينار جزائري في الدرجة 12 بالنسبة للرطبة الثالثة والمتعلقة بأستاذ محاضر أبا والمصنف بالدرجة السادسة لنأخذ دائما هذه الدرجة التي تتوسط درجات الرطبة بالنسبة لأستاذ محاضر أبا المصنف بالدرجة السادسة فيعرف زيادة قدرها بالنسبة لأستاذ المحاضر حتى الأخطئ المصنف بالدرجة السادسة يعرف زيادة قدرها 19200 دينار جزائري بالنسبة لرطبة أخرى تتعلق بالأستاذ المساعد المصنف بالدرجة السادسة فزيادة عرفت نسبة قدرها 13700 دينار جزائري لو سمحت لسيدتي بعض الإضافات أو بعض التوضيحات أكثر بالنسبة لهذه الزيادات وذلك عن طريق الرفع من قيم المنح الموجودة المنح التعويضية الموجودة وذلك على النحو الآتي بالنسبة لمنحة التوثيق عرفت ارتفاعا في قيمتها المالية من 4000 دينار جزائري إلى 9000 دينار جزائري بالنسبة لمنحة الثانية وهي منحة التأطير عرفت زيادة من 5 نقاط إلى 25 نقطة بالنسبة لنعطي مثال هنا بالنسبة لأستاذ تعليم العالي تقفز هذه الزيادة من 65% إلى 85% زيادة معتبرة جدا بالنسبة لكل الرتب على مستوقع التعليم العالي في بداية هذه الحصة تكلمنا على ارتياح الأسرة الجامعية وما كنا نترى وهو الجميع اللي كان يترقب هذا القانون الأساسي خاصة وأننا استقبلنا أو كنا ننتظر من خلال وعود سيد رئيس الجمهورية بهذه زيادة المعتبرة والرقية كما تكلمنا عليها قلت بالنسبة لمن حتى التأهيل الجامعي التأهيل العلمي انتقلت زيادة إلى 20 نقطة أي من 40 إلى 60% المنحة الرابعة وهي منحة الخبرة أو كما نعبر عليها نحن بالأيو بي بي انتقلت زيادة وهي زيادة مهمة جدا أو معتبرة جدا وتمس كل أو مختلف الدرجات انتقلت من 4% إلى 7% وهي تمس كذلك كل الدرجات لو سمحت لي ربما نقطة أخيرة بالنسبة للجانب المالي وما رحش ندخل في تفاصيل أكثر ولكن ما سأذكره هو مهم جدا بالنسبة للأستيدة الباحثين المعنيين بهذه الزيادة وأقصد هنا الراتب الإجمالي أو الكلي مع احتساب منحة المرضودية ورح نعطي دائما بالمثال بالنسبة للأستيدة أو الأستيدة المحاضرين أليف أو با أو الأستيدة المساعدين المصنفين في درجة السادسة أو تناش فبالنسبة لأستاد تعليم العالي درجة ستة يصبح الراتبه الإجمالي 128.500 دينار جزائري أي 22.850.000 ليصل إلى 28.800.000 بالنسبة للدرجة التناش بالنسبة للأستيدة المحاضر أليف درجة ستة يصبح الراتبه 18.630.000 بالنسبة للأستادة المحاضر الراتبه يصل إلى 155.400 دينار جزائري ليصل كذلك راتب أستاد محاضر أليف مع احتساب دائما منحة المرضودية يصل إلى 105.300 دينار جزائري يعني زيادات جد معتبرة استحسنتها الأسرة الجامعية نمر الآن الأستاذ عبدالجبار داودي مساشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحقبين عبر مكلمة هاتفية بسال خير أستاذ عبدالجبار شكرا لك أستاذ عبدالجبار داودي ممد أهمية صدور هذه القوانين الأساسية واستفادة الأسرة الجامعية من نظام التعويضات بالفعل أولا في حد داتي القرار ومحادي داتي المتحدقة عليه يوم ومحادي داودي مجلسة أولا تدوى أولا تدوى ألمان بإضاءة كبيرة عبدالجبار ومحادي أعطى ألمان بإضاءة ومحادي داودي مراجعة قانون الأساسي الأساسي وكذلك حتى النظام التعويضي وذلك تشيدا للإتزام 41 لسيب رئيس الجمهورية خاص بتتمين أولا مهنة الأستاذي وكذلك الباهث وتنزيز مكانتهم الألمية إذن هذا كله ضمن ما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة وكذلك ضمن استراتيجية ورئيس القطاع الجديدة حتى يمكنه من تجنيد كافة الطاقات العلمية لمواجهة التحديد التي ورهنات التي تأول عليها سيد العليا لألبن طيب أستاذ عبد جبار في اعتقادك إلى أي مدى راح تشكل حافز كذلك بالنسبة للأسرة الجامعية خاصة فيما تعلق بالقوانين الأساسية الثلاث القانون الأساسي للأستاذ الجامعي الباحث والقانون الأساسي للباحثين الدائمين والقانون الأساسي للأستاذ الاستشفائي بالنسبة للأستاذ الجامعي للأستاذ القانون الأستاذ هذا مع ضمان أدنى مقابلة للتقاط للأستاذ الجامعية يجب على هذا ما أهم تتضمنه قانون الأساسي للأستاذ بالنسبة للأستاذ والنسبة للشفائي والنسبة للدائم هو الملتقة للتقاط للتقاط ومشاريع للإضافة إلى ذلك في حيث يكون هذا القانون يسبح في الجيح الحركية على الطريق إقرار وقتها تصغف في الأساسي ذلك الذين يتحدث في الأدعية كذلك متهمة في حركية البحث الأدعي على المتوى الوطني وكذلك حتى الدولي في هذا القانون وهو منح رتبة أستاذ مميز لأساسيذ التعليم العالي لديهم أكثر من 15 أو 15 سنة على الأقل في رتبة أستاذ تعليم العالي ولضع الشروط الأخرى منظمة في النصوص والسرعة المنصوص عليهم وكذلك سوف يتم منح درجة أستاذ مميز حتى للأساسيذ المتقاعدين كنقب شخري على سبيل تذكياء دون أثر مالي هذا سمعته لأول مرة وكذلك من بينما جاء بها القانون الأساسي أستاذ الباهس وهو جميل تكوين أسادي الحديثي التوضيط وهذا تكوين يكون ملزمة بنجاح للسطين وتم استغلاء عن ما يعرض بأستاذ متاعد خسل باء وأستاذ معتاعد خسل آل يصبح فقط الاحتفاظ بأمية أستاذ أشكرك جزيلا شكر أستاذ عبد الجبار داودي المستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكرا لك على هذه الإضاحات التي قدمت فيما تعلق بالقوانين الأساسية والنظم التعويضية ضيوفنا وكذا مشاهدين فاصل ومن ثم لنعودة ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين نجدد تحية لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر نعود لاستكمال النقاش مع ضيوفنا ونمر الآن لسيد عبد الحفيظ أساسي عضو بأمانة الاتحادية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي مساء الخير مرة أخرى سيد عبد الحفيظ لما تحدث عن ثلاث قوانين أساسية التي تم المصادقة عليها بالأمس في مجلس الوزراء ما هي أهم النقاط التي تضمنتها هذه القوانين الأساسية؟ باختصال أنه ربما الحديث عن كل قوانين أساسية أكيد يعني كل قانون ومجا فيه يأخذ حيز من الوقت والأهمية التي ربما قد يكون النقاش حول القوانين الأساسية قبل حصولي عليها أو نشرها في جريدة رسمية قد يكون نقاشاً غير كامل لكن أنا أحب أن وصلني بما تقدم به سيد الأمين العام بروفيسور عمال نام فيما يخص ذكره للجانب المالي بصفة عامة بالنسبة للقوانين هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن الشق الآخر وهو الشق المتعلق بخمس عناصر نسردها ولا قد يكون الوقت ضيق لشرحها لكن هي واضحة مثلاً في هذه القوانين الأساسية الاهتمام بعنصر تعزيز الحرية الأكاديمية نعلم أن الحرية الأكاديمية كمفهوم أساسي في المرفق التعليم للبحث العلمي سواء في جامعات نعرف جامعات عالمية إلى ذلك تعزيز الحرية الأكاديمية هو بمعنى أن الجامعة هي جامعة مواطنة والجامعة هي حرم بمنارتين منارة للعلم والبحث والتطوير وخدمة المجتمع ومنارة كذلك لتكريس السلم وثقافة السلم والنبض العنف والسلوك الديمقراطي وخدمة المجتمع أي جامعة مواطنة ثانياً عنصر الآخر الذي سيلمس في هذه النصوص في طيال هذه النصوص عنصر المساهمة في خلق البيئة الملائمة لتجيع الطالبة لا يمكن أن نتخيل أن الطالب يعني هو يدرس في ضروف مفتوش مناسبة أو لمواتية أكيد ذلك تحفيزاً له لأننا ننتظر منه أن يكون مبدعاً وخلاقاً فالاهتمام بالبيئة الملائمة أمر أساسي ثالثاً جانب لا يقل أهمية عن العنصرين السابقين تعزيز روح المقاولاتي بهدف خلق الطروة يعني هذا العنصر نحيل إلى إلى العلاقة ما بين القانون الأساسي وما هو من ورشات وستراتيجيات على مستوى القطاع المقاولاتي نعرف أنه في يعني الجامعات تعرف نقلة نوعية فيما يخص إرساء ثقافة مقاولاتية رابعاً هناك أمر يتعلق بالمحيط الاقتصادي ضرورة تقديم الخبرة أو ما يتعلق بتقديم الخبرة والاستشارات للقطاعات الاقتصادية نعلم أن هناك مئة وخمسة عشر جامعة وعديد من مراكز البحث والعديد من المخابر كلها ستنخرط في هذا الإطار وفي الأخير وليس آخراً تشجيع الحركية والمرئية الحركية والمرئية هناك ذلك يتمشى مع الآليات التي حالياً مكرسة مثلاً هنا ما نتكلم عن الرقمات والإجهزية فنحن في هذا الإطار نحن في آليات نتشجيع الحركية الحركية أولاً جانب سدويل التكوين وثانيًا المرئية وهو أمر هام من أجل سرسيبي واحتلال المراسبي بين الجامعات العالمية أشكرك جزيلاً شكراً أستاذ عبد الحافظ ساسي عضو بأمانة الاتحاد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي كما أشكر كذلك أستاذ مسعود عمارنا الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي ضيوفنا الكرام شكراً جزيلاً لكم على كل هذه التفاصيل التي قدمتمها وأكيد النقاشنا سيكون متواصل في أعداد أخرى للحديث عن كل قانون وأهم ما جاء فيه للتفصيل أكثر مشاهدين بهذا النص وياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج تساؤلات الطياب المونى في أمان الله